بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم نرحب جميع الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية المسار الشرعي ونسأل الله عز وجل لنا ولهم التوفيق والسداد وقبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات من صورة البقرة نأخذ أهداف الدرس من أهداف الدرس طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى وأيضا تلاوة الآيات تلاوة صحيحة خالة من الأخطاء وأيضا تطبيق أحكام التجويد والتلاوة بتدبر وخشوع من أداب تلاوة القرآن الكريم أولا الإخلاص لله عز وجل والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر والنظافة وذلك باستخدام السواك قبل قراءة كلام الله عز وجل والاستعاذ في أول قراءة كما قال الله عز وجل فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وأيضا البسملة وتكون بسملة في أول السور كما أنها تجوز في وسط السور وتحسين الصوت بالقرآن الكريم والقراءة بتدبر وخشوع والتسبيح عند آية التنزيه وأيضا سؤال الله عز وجل من فضله عند آيات الوعد كسؤال الله عز وجل الجنة والاستعاذ بالله عند آية الوعيد كالاستعاذ بالله من النار هذه بعض آداب تلاوة القرآن الكريم والذي ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يتحلى بها عند قراءة كلام الله عز وجل وقبل أن نبدأ إياكم بقراءة الآيات نرجو من جميع الطلاب والطالبات فتح المصحف والمتابة معنا حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون بعد ذلك نأخذ وإياكم أهم الكلمات التي ممكن يقافها الخطأ في قول الله سبحانه وتعالى كلمة كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا للوالدين كلمة للوالدين تجد هنا ألف صغيرة للوالدين للوالدين و أيضا من ضمن الكلمات التي ممكن يقافها الخطأ في قوله سبحانه وتعالى فإنما يثموا على الذين يبدلونه هنا الدال هنا مشددة يبدلونه يبدلونه نأخذ في هذه الآيات بعض حكام التجويد قبل أن ننتقل للصفحة التي بعدها نأخذ هنا من ضمن حكام التجويد في قول الله سبحانه وتعالى في قوله كتب عليكم إذا حضر كتب عليكم إذا حضر تلاحظنا هنا نحكام من الساكنة نقول من الساكنة أتى بعدها أتى بعدها الهمزة و الهمزة من حروف أي حروف إظهار شفوي إظهار شفوي و أيضا من أحكام التجويد في قول الله سبحانه وتعالى حقا على المتقين حقا على المتقين حقا على تجد هنا تنوين أتى بعد العين و العين من حروف أي حروف إظهار حلقي و لو سألناكم ما حروف الإظهار الحلقي ما حروفه ستة أحرف مجمعة في قوله جمعها الإمام الشاطبي رحمه الله ألا هاج حكم عما خاليه غفل أواء الكلمات تجد هنا من ضمنها الحاء العين العين حقا على في قوله عما الأول كلمة و أيضا من أحكام التجويد في قول الله سبحانه وتعالى فإنما عثمه فإنما عثمه تلاحظون معي هنا مد ما نوعه؟ مد منفصل أو متصل؟ نقول مد منفصل لماذا؟ لأن الهمز في كلمة و المد في كلمة أخرى و أيضا من أحكام التجويد في قوله سبحانه وتعالى إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ عند إِنَّا وَعِنَّا وَعِنَّا سَمِيعٌ عَلِيمٌ إِنَّا 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 إ نأتي إلى هذه الآيات ونستخرج إياكم أهم الكلمات التي ممكن أن نقع فيها الخطأ في قوله سبحانه وتعالى فمن خاف من موص هنا كلمة موص تقرأ موص كلمة موص وأيضا من الكلمات وعلى الذين كيف تقرأ يطيقونه يطيقونه كلمة يطيقونه يطيقونه وأيضا من الكلمات في قوله سبحانه وتعالى وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ كلمة تصوموا تلاحظوا معي هنا ألف فوقها دائرة مستديرة يعني القار لا يمد أكثر من حركتين إلا إذا كان بعدها همزة يعتبر من قبل المدن ومفصل هنا ليس هناك همزة هنا تقرأ مقدار ويمدل قار حركتها وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ هذه يعني بعض الكلمات التي يعني ممكن يقع فيها الخطأ نأخذ إياكم هنا بعض أحكام التجويد من أحكام التجويد في قوله سبحانه وتعالى جنفا أو إثما تلاحظوا معي هنا تنوين أتى بعد الهمزة والهمزة من حروف الإظهار الحلقي جنفا أو إثما وَأَيضا من أحكام التجويد في قوله سبحانه وتعالى يَا أَيُّهَا كلمة يَا أَيُّهَا يَا أَيُّهَا مَدْ ما نوعه؟ مَدْ مُنفصل مَدْ مُنفصل مَدْ مُنفصل لأن الهمز في كلمة والمَدْ في كلمة أخرى يَا أَيُّهَا وأيضا من أحكام التجويد في قوله سبحانه وتعالى مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ هل سببت أَنْ أَيْهَا وَالْكَافِ tsunami وَالْإِخْفَاهِ الحقيقي وتجد الإخفاء الحقيقي هنا في كلمتين من قبلكم من قبلكم وَأيضا من أحكام التجويد في قوله سبحانه وتعالى أياماً معدودات أياماً معدودات ما نوع هذا الحكم من يعرف فضل أحسن هنا تنوين أتى بعد الميم والميم من حروف الإدغام بغنة إدغام بغنة أياما معدودات و أيضا من أحكام التجويد في قوله سبحانه و تعالى فدية طعام فدية طعام هنا تنوين أتى بعد الطاء والطاء من حروف من يعرف الإخفاء الحقيقي و أيضا في قوله سبحانه و تعالى خير لكم خير لكم خير لكم هنا تنوين أتى بعد اللام و اللام من حروف الإدغام بغير غنة إدغام بغير غنة خير لكم إدغام بغير غنة هذه بعض أحكام التجويد هذه بعض أحكام ولو هناك أحكام أخرى نكتب بذكر هذه الأحكام بعد ذلك نقرأ الآيات مرة أخرى نستمع للآيات مرة أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب علي الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وننتهينا من نقرات الآيات لو سألناكم هنا هل يوجد في هذه الآيات علامات للوقف المصحف الشريف نعم يوجد هنا معنا في قوله سبحانه وتعالى فلا إثم عليه فلا إثم عليه هنا جيم وقف كافي وقف جائز وإيضا من علامات الوقف في قوله سبحانه وتعالى من أيام أخر هناك جيم انتبه إليها وإيضا في كلمة مسكين فوقها صلاة وقف حسن والوصل أولى والوصل أولى خير له ونجيم وقف جائز وهو الوقف الكافي هذه علامات الوقف في المصحف الشريف كذلك هنا لو سألناكم هنا هل يوجد هنا قلقلة في هذه الآيات من يعرف نعم هنا من قبلكم من قبلكم قلق البأ وهذه قلقلة أخف وليست قوية وإنما يعني تكون قلقلة وسطى من قبلكم تكون غير مشددة هل يوجد كذلك علامات الوقف أو القلقلة هني يعني أو القلقلة حروفها كم حروفها خمسة حروف مجموعة في قوله قطب جد قطب جد من ضمنها الباء من ضمنها الباء والقلقلة لا يكون لساكن ولهذا يقول أمام الجزيرة رحمه الله وبيم مقلقلة إن سكن ويكون في الوقف كان أبينا الآن نقرأ الآيات مع ترددها وأرجو انتباه معي حتى نهاية القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم وهكذا انتهينا من قراءة الآيات وأخذ بعض حكام التجويد وكذلك بعض الكلمات في هذه الآيات ونؤكد على الطلاب والطالبات مراجعة تلاوة الآيات وكذلك استعانة بالمصاح مرتلة حتى بإذن لا تكون التلاوة خالة من الأخطاء في الختام نشكركم على حسن استماعكم لدرس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته